ومشاهدين مستمرون مع حضراتكم على المتابعة واليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 شاهد حضورا لافتا لكبار السن إضافة للفتيات والنساء للإدلاء بأصواتهن إيمانا بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة والظهور بالمظهر المشرف أمام دول العالم لم يكن مشهدا غريبا حين تصدرنا المشهد فسيدات مصر وعظيماتهم اعتدنا منذ عقود على الانتصار للوطن وتصدر الصفوف كتفا بكتف بجانب الرجل لا سيما في الملمات وفي نهاية أول أيام الانتخابات الرئاسية استطاعت المرأة أن تلفت الأنظار بتصدرها للمشهد فأصدر المجلس القومي للمرأة تغطية خاصة تحت عنوان هي تنتخب رصد من خلالها مشاركة المرأة من كافة الشرائح المجتمعية بالريف والحضر من خلال غرفة عمليات المجلس وأكثر من ألف ومائتي متابع ميدني منتشرين بكافة المحافظات يوثقون حضورا كاشفا للمرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية ما يؤكد على حرصها استثمار استحقاقها الدستوري لتشكيل ملامح المستقبل والشراكة في صناعته وإذا كان تواجد المرأة المصرية التي نالت حقوقها كاملة في السنوات الأخيرة منطقية فإن قبال الشباب بشكل كثيف لا سيما شباب الجامعات كان أكثر ما يلفت النظر فنظموا مسيرات من جميع محافظات مصر وتوجهوا للجان الانتخابية كواجهة مشرفة للنطق والوعي والذي يتسم به شباب مصر وثقته في قيادة رشيدة ستقوده لمستقبل لطالما كان يحلم به بعد سنوات من التهميش أما المشهد الأكثر إدهاشا للمراقبين فكان الحضور الكبير لكبار السن الذين رفضوا أن يعتزلوا الحياة العامة وأصروا على المساهمة في صناعة الجمهورية الجديدة ونزلوا للمشاركة منهم المريض وذو الإعاقة ومنذ ساعة الأولى من الصباح تصدروا المشهد الانتخابي وهكذا اجتمعت الأمة المصرية بجميع شرائحها وفئاتها رجالا ونساء شبابا وكبار السن من الريف ومن الحضر في أقوى مشهد أرسل للعالم بأسره رسالة بأن مصر ماضية في طريقها المرسوم بعناية الله وحكمة قيادتها السياسية رغم كل التحديات التي تصادفها وتحيط بها إقليميا ودوليا اشتركوا في القناة